طبعاً أنا طلبات المواطنين أنا بنفسي أهم شيء اللي تجيني للمكتب فاستوقفني هذا الطلب بصراحة يعني عائلة شهيد وبيته مات الأمانة جايته سيارة مفخخة متفجرة فزوجته نسبة عجز 75% وبناتها ثلاثة ودازينها بكتاب تعادوا سددوا 158 مليون واخلوا الدار إحنا مرات نتعامل ورقياً بسموء إنسانياً فيش قضايا صحيح القانون والإجراءات لكن دي التوصية لكل الوزارات هيش قضايا ما تروح ضمن الإجراءات ممكن تبليغوا وتظل هذه الأمرأة بهذا النسبة من العجز هي وبناتها إحنا لازم نرصد هذه الحالات ونعالجها ترجمة نانسي قنقر